اليوم حنتناول ضلال جديد وكلام عجيب جدا من المدعو القرائي نعرضه ومدة تقريبا زي دقيقة دقيقة وسواني ونرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى سببت النار دي كل الناس رح يقلوا النار لأن الطريق للجنة ذاته ما في فرصة له إلا من خلال النار يعني انت عشان تصل للجنة ذاته إلا تمروا بالنار عشان كده قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضيا ثم ننجي الذين اتغوا ونذر الظالمين فيها جسير يعني الناس كلهم يمروا بالنار الزولة التغي ما بقوا تفاكد بيمر سريع وفي الناس بيكونوا أجساده منيرا بصورة حتر بيمروا بالنار داته بطفوع لكن المهم بيمروا منها سريع وفي الناس بيمروا في يوم وفي الناس بيمروا في سنو في الناس بيمروا بيذروا ما زول شاين من زنوب بيذروا ما حركته تبقى تقيلة لكن ما من إنسان غخل النار إلا هو حيخرج منا يدخل جدنا بما في ذلك بليس نفسه لكن الجنة النار النار ما بتخرج كفار النار ما بتخرج كفار يعني الكافر لو دخل النار ما بيخرج من النار إلا إذا أسلم إذا أسلم وتاب بيذكر الجنة عشان كده قالوا ثم ننجي الذين اتغوا منظر الظالمين بيأي ماذا مظالم بيقول لكن ما من إنسان بيعجز الله طيب زي ما هو وضع عندكم جميعا واستمعت بينفسكم القرائي بيقول كلام يعني أعجب من العجاب كله قال إنه بليس ذاته بيطلع من النار وبخش الجنة وستدل بالآية وإن منكم إلا واردها وطبعا القرائي ده ما حصلنا لقاني قرى آية من كتاب الله قرائية صحيحة أبدا أبدا قال ونذر ونذر الظالمين فيها جسية وطبعا الآية ونذر المهم ده ما الموضوع الأساسي الآن الموضوع الأساسي الآن إنه قال بليس ذاته بيطلع من النار وبيخش الجنة وده يكفي في الرد عليه مجرد عرضه للمسلمين أي مسلم حتى بالمناسبة اليهود والنصارى ذاته بكتب المحرفة دي الموجودة الآن بيعتقدوا جازمين إنه إبليس بيعزب المناسبة حتى بالكتب المحرفة فيكفي في الرد على القرائي مجرد عرض كلام القرائي بس للناس الناس يسمع إنه القرائي وده طبعا قال مدير مدير وضع المناهج ده البضع المناهج لأولادنا والعياذ بالله من ذلك وأسأل الله عز وجل إنه يعزب عذابا لم يعزبه أحدا من العالمين القرائي ده لأنه لا يمكن زول بهذا الفهم الضحل والفهم الغريب جاي يربي أولادنا ويضع المناهج لأولادنا وبناتنا عشان يقررون إبليس زور صالح وحيطلع وحيبقى صالح يخش شجلنا بعدين بعض ما يطلع من النار هذا كلام فارغ جدا جدا أول حاجة إبليس خالد مخلد في نار جهنم وده ما بيحتاج له كثير دلة لكن بس للتذكير من باب قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بس من باب التذكير لكن أنا متأكد أي مسلم سمع كلمة القرائد الآن إن إبليس خاش الجنة وإبليس حيطلع من النار يكون فيهم موضوع القرائد وفساد عقيده وفساد دينه وفساد منهجه تماما لكن من باب الزكرة وزيادة العلم ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبليس كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين والمثنهن خالدين لإبليس وهذا الإنسان الذي أكفره إبليس ووقعه في الكفر بالله ربنا قال اللي اتنين الشيطان اللي هو إبليس والإنسان الوقع إبليس في الكفر اللي اتنين ديل فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها يبقى إبليس ما بيطلع يا قرأي ولا لو زول مات على عقيدة الجمهورين اللي هي بتقول شنو بتقول الله عنده زوج الله عنده زوج والعياذ بالله ودي قال القرأي عرضناه في العلقة الفاتة أو القبل الفاتة بالفيديو من القرأي قال الله عنده زوج شفت كيف البمود على عقيدة الجمهورين دي إنه الله عنده زوج وطبعا ده باطل وده كفر ما بعد كفر وليس وراءه كفر لأنه ربنا قال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد عرفت كلامي فربنا ما عنده صاحبة ولا عنده زوج ولا عنده شبيه ولا عنده مثيل لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضرب لله الأمثال ربنا عز وجل قال هل تعلم له سميع ربنا سبحانه وتعالى قال ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالبموت على عقيدة الجمهورين دي خلي بلس إنه الله عنده زوج كما قال القرأي الجمهوري والله هو الإنسان الكامل كما يعتقد القرأي الجمهوري من شيخ المرتد محمود محمد طه لعنه الله أهل بيعتقد عقيدة الجمهورين دي إنه الله عنده زوجه وغيره ده ما بيطلع من النار خلي بلس إطلاقا وأنا مسؤول من الكلام ده أمام الله سبحانه وتعالى لأنه ده كفر يا ناس والكافر إذا دخل النار تاني ما بيمرك ما بيمرك مو زي ما قال القرأي تاني هنا قدام قال قال أي إنسان حيتوب وأي إنسان بعد العذاب بعد ما يدخل النار الله حيقبل توبته وقال الكافر اتدخل النار ما بيمرك منا إلا إذا أسلم تاب بعد ذلك بدخل الجنة يعني الكافر بعد ما يخش النار عنده توبه جوه النار تاني يعني أعماله ماشا أعماله ماشا جوه النار ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالكافر ما عنده عمل ذاته عشان يمشي ولا ما يمشي يعني افتدى واحد اتنين ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ما عنده تاني مات ودخل جوه النار تاني ما بيطلع ربنا قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وآيات كثيرة كل القرآن برد على الباطل وعلى الكلام والعقيدة الكفرية الإلحادية الجمهورية الفاسدة القاعد ينشر القراءة الليلة للمسلمين ودار ينشر لأبنائنا وبناتنا في المدارس لكن أنا والله واثق ثقة كاملة إنه الرجل ده إذا ما تاب من كلامه ده ومشى كده ربنا سبحانه وتعالى ما حيوفقه وما حيقدر يمرر مخططاته ده كلها بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه ربنا قال كده في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فمنهج ده ما بيمشي بإذن الله سبحانه وتعالى إطلاقا ونحن والله ما إلا بس منكرين ومبلغين وعلى السودانين جميعا يعلموا حاجة وحدة بس حاجة وحدة بس إذا الناس سكتوا على الكفر ده وإن الزوال ده بشت فيه الله يقول الله عنده زوج وعلى الإنسان الكامل والزوال ده بشت فيه رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول فيه رسول بعد محمد ثاني والزوال ده بشت في الصحابة ويقول الصحابة ما كانوا مؤمنين ذاته إنما إيمانهم ده كان الإيمان البداي أو كما قال إذا السودانين سكتوا على الكلام ده والله يا ربنا ما بخلينا جماعة ونحن الليلة بلدنا دي السودان ده يومي كفوة ورا كفوة بلوة ورا بلوة دقيق ما في عش ما في بنزين ما في غاز ما في جازل ما في بعد شوء يمكن يكون الهوى ده الله يمنع منا إذا سكتنا على مثل هذا الباطل وهذا الكفر والإلحاد القاعدين شوروا القرائد وأمثالوا من الشوعين والجمهورين والعلمانين والملقطين القدمونين هذا يقولوا أفسد لنا الإسلام وخرب لنا الإسلام لكن ما معناته الناس يمشي يقتلوه ولا يفجروا ولا يكسروا إنما الناس ينكروا الكلام ده بوسائل إنكار المنكر الشرعية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هو الإنكار باليد ما لينا لكن ينكروا باللسان ويقاطعوا وما يسمعوا له أبدا ده إنه ينتهي ما تسمعوا له الله قال كده ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها زي كلام القرائد ويستهزأ بها زي كلام القرائد والعلمانين المعودة فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فما تسمعوا لهم وقاطعوهم نهاي وهجروهم نهاي ولا في زول ينشر ما قاطعودي لا في مجموعات واتساب ولا في فيسبوك ولا في تويتر ولا في غيره يقاطعو نهائيا واحد اثنين يدعو الله سبحانه وتعالى عليه ودعاء الصائم مستجاب لأن الرجل ده أنا بعتبر أخطر رجل في هؤلاء العلمانين وهؤلاء الشوعيين وغير من الملاحدة ليه؟ لأن الرجل ده الآن ده ريض على المنايج لأطفالنا يقول إبليس عليه لعنة الله حيخرج من النار ويدخل الجنة الغرض من الكلام ده شنو؟ والغرض من نشره شنو؟ الغرض من نشره يا ناس للإنسان المتبحر ويعلم أهداف التنظيمات العلمانية والشيوعية والإلحادية والكفرية الغرض هو تشكيك المسلمين في دينهم وإباحة الكفر والإلحاد والفساد والرزائل لأبناء المسلمين وبناتهم جميعا لأنه لما نقول لك إبليس إبليس لا تحيخش الجنة وينعم معناته مهما أنت عملت أكفر أزني أعمل لواط زي ما قال علي بلد والعلمان الثاني سوي الدار تسويه لأنه إبليس ذاته طالع من الجنة وإبليس ده جوى النار جوى عينك يا قراري ربنا قال أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين موش إبليس براوه إبليس والعصابة بتاعته كلهم داخلين جهنم أنت جاي تطلع الليلة من جهنم؟ جهنم حقا تبوك؟ جاي تطلع من جهنم؟ جهنم دي حقا ربنا سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأتي؟ وتقول هل من مزيد؟ فالكلام ده والله ليس بالهزل يا ناس ده كلام خطير جدا إذا كان زولي يكفر ويقول كفر بالله وينشر للمسلمين والناس قاعدة تتفرج يا أخي إذا غلت دقيق يقول لات نطلع ثورة هذا شنو ده؟ ده كفر بالله أنا ما بشجع للثورات والثورات كل حرام لكن زي ده ما يستحق الناس بس يقاطعوا ويهجروا عرفت كلامي؟ والعين دهم علم يردوا علىه ساكتين؟ ساكتين؟ مجمع شنو؟ وهيئة علماء السودان كل ذلك خسارة العمم خسارة العمم اللي فينا في رؤوسهم دي والله خسارة إن كان عملنا ناموسيات كان أفضل مما تلفوه في رؤوسكم يا داكاتر وهيئة علماء السودان وغيركم يا أخي ردوا على الكفر ده؟ ردوا على الباطل ده؟ ما بجزء لازل يسكت؟ والله لجيبوا مطلع إن جماعة عصابة تبع عليه وحنفتح بلاغات جنهية أفتح بلاغ لهم الغيامة والله نمشي معاك أنا وإنت لحبل المجنقة عرفت كلامي؟ ما نخاف لا منك لا من العينك لا من الجماعة معاك كيف يا أخي بليس يطلع من النار ويخش الجنة؟ بل قال كل الناس قال حيخش النار في المقطع دا الساعة طبعا دا كلام خطير معناة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عقيدة الجراء الفاسدة الجمهورية الإلحادية نبينا محمد خاش النار سيد البشر وسيد الخلق وإبراهيم عليه السلام خاش النار في عقيدة الجراء وموسى وعيسى وكل الأنبياء وكل المرسلين وكل الصحابة رضي الله عنه مجمعين في عقيدة الجراء ماشين جهنم قال ابن نص قال أي زول داخل النار؟ وقرى الآية قال وإن منكم إلا واردها وقرى الآية غلط وإن منكم إلا واردها ووصل الآية كلها لخبطة في النهاية أها الله قال واردها ولا قال داخلها يا مدير المناهي واردها ولا داخلها الآية بترد عليه لكن انت القرآن لا أظنك حصل قريته لا حصل لاجيته لا حصل سمعتبيه وإن منكم إلا واردها عند الجراء وإن منكم إلا داخلها فارق ولا ما فارق أشكد الآية دي فسر النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجة ومن قبله بصحيح مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قال إنما هو الصراط إلا وارد هذه الصراط قال له هو مضروب فوق في جهنم بفوق مش هيخشوا تحي جهنم تحيتي والصراط بفوق بجو الناس بفوق كل هذا يمر حسب إيمانه كما جاء في صحيح البخاري أيضا قال منهم من يمر كطرفة العيل ومنهم من يمر كالبرقي ومنهم من يمر كالريحي ومنهم من يمر كأجاويد الخيل المدمر فيمتى أقرأه ألا ما فيمتى يمر بفوق في الصراط بعد ذاك البقع تهداه الكافر والعاصر ربنا دار يعزبه أما الموحد إذا وقع ربنا بعد ذاك بمر قدال بيدخول الجنة بعد ذاك فيمتى ألا ما فيمتى لكن قال أي زول أي زول قال مؤمن ألا غيره قال بيدخل النار جوا ده كذب يا أخي ده كذب لا يمكن هذا الكلام أصلا لأن الآية ذاتة بترضوها لك في نهايتها ثم ننجي الذين اتقوا قال اتقوا أنت ما قادر تفرق بين الغين والقف وما قادر تقرأ القرآن صح تفهمه صح كيف وجاي تكذب للناس وتدجل وتفسر القرآن بهواك وبمخك لكن ده والله أنا أبدا ما بيستغرب إذا كان عقدتك الفاسدة والصالتك إن الله عز وجل عنده زوج تاني تاني ما بنرجى منك حاجة أكتر من كذا ولا بنرجى ضلال تطلع أكتر من كذا ولا بنرجى فساد يكون انت معتقد أكتر من كذا آخر نقطة قال تغريبا أي نقطة ونزر هي ونزر طبعا القرآن كله بقرأ غلط برضو يوم تقامان قال الآية قال فإذا سويته سويته فإذا سويته فأنا بتعجب من زول عامل فيها مدير مناهج ودكتوراه وما يقدر الغرآن تقرأ غلط داسته معروفة الناس كله يعرفه لكن حتى اللغة العربية يعني الزول لو فاهم لغة عربية ساكن ممكن يقرأ الآية دي صاحب المناسبة ممكن يقرأه صح لكن زول مجرد تماما من العلم مجرد تماما من الفهم مجرد تماما من العقيدة الصحيحة وجاء الليلة طالع لينا في الكفر شفت كيف وقاعد يتكلم واسأل الإعلام وافتوح عليه وشنو كده سونا للأنباء وشنو ما عارفوا يجيبوا دا والله الله بيسألكم كلكم من الكلام دا ربنا قال ربنا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وأي إنسان داري حارب الله سبحانه وتعالى الله ما بخليه الله ما بخليه ونحن منتظرين وقاعدين وأي باطل إن شاء الله تجيبه نحن بنرد عليه وبنقدبك وبننجمك نرد عليك أما الناس داري اقتلوك ما يقتلوك دا ما صح ما بيزول اقتلك لكن نحن بنقتلك فكرك دا في مخك الفاسد دا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى الله صلى الله شكرا